السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو بدأ نشرح كيف السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو بدأ اشرح لكم كيفية التقديم للحصول على موعد لتقديم الاوراق السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو بدأ اشرح كيفية الحصول على فيزا الى تركيا للسوريين المقيمين في الماريس سواء سوريين أو غيره خلينا نروح على الكميوتر تركيا تعد حاليا في مصاف الدول المتقدمة في كثير من المجالات وبما انها بلد اسلامي فكثير من الناس بترغب تروح لعندها ولكن هاي الرغبة بتنعدم وتتحول لندم مع اول زيارة لتركيا لانك يوم بتروح على تركيا بتحس الاتراك هالدين عليك انهم فاتحين لك البلد يعني انك جاي بمصارك ودافع تكاليف الروحة والراجعة تكلفة زيارة مع كل هذا بتحس انه مش مرحب فيك على اخر طبعا لاني بصراحة ما رحتش لهناك كسائح ولكن هذا الكلام بناء على خبرة السياح اللي راحوا لهناك هنا فرق كبير اوي في التعامل مع الاتراك الناس هنا في الاميجريشن بتاع الزبط اللي كان موجود بيدور لك على اي حاجة عشان يفشخل ومع كل هذا التقدم في بجال المعلومات قررت التركية انه تعطي مسألة التقديم على الفيزا لأحدى الشركات اسمها ذي زفت يعني المكتوب مبين من عنوانه صراحة في وقت سابق كان التعامل مباشرة مع موقع السفارة اسهل واريح بس هذا الموقع بتحسه دخيل على مجال المعلومات ومعمول بهدف الصلبطة والاستغلال موقع سيء بكل المقاييس وهسا بتشوف التجربة وكمان التكلفة صارت اغلى يعني بعد ما كنت تدفع ستين يورو على الشخص صار حاليا لازم تدفع مية واربعين يورو على كل شخص واحسن شي بيقولوا لك اي خطأ بتسويه رح تدفع ثمن وعشرة يورو يعني استغلال على الاخر وكل اللي بعملو هذول الاساتزة انهم بواخذوا الاوراق تبعك وبعطوهن للسفارة اللي بجوز ترفض الفيزة اساسا طيب طولت المقادمة خلينا نروح على الموقع ونشرح كيف بدنا نقدم على موقع تقديم الاوراق للحصول على الفيزة التركية لسوريين او لغيقو اول شي بدنا ندور على الشركة اللي بتعملنا هذا الموعد الشركة صارت اسمها في زفت طبعا هي اسمها بي زفت بس اللي بقول لها بي زفت طيب هون كانت بي لك بيزة فور تركاي يعني تقدم الحصول على تأشيرة لتركاي طبعا الموقع كان فيه بس اول شيء الماليا بعدين ضافوا لهولندا وحاليا كمان ضافوا له النبزة يعني القصود اذا بدك تروح من احدى هذه الدول لازم تحجز الموعد عن طريق هذا الموقع طبعا الموقع الشغلة الوحيدة الحلوة فيه انه فيه لغة عربية بس مش اكثر من هيك فبتحط لغة عربية هون مشان ارضايح حالك وبعدين بتختار المكتب اول شيء يعني يوم كنت تروح على الموقع تبع السفارة التركية يعني كان اريح بكثير لانه كان فيك تختار المدينة هون المدينة الاساديسة حاطينها يعني نسمي مثال عني ساكن قريب كون فهم مش حاطيني حاطيني ايسن او كون يعني بدهم يطرقوني مش وارع على ايسن شي ميت كيلو بس مشان شو مشان اتقدم الاوراق بس يعني مش اكثر من هي كاي والاوراق فيك ترسل من البريد بس بقولك ورحمة ما مقولش من البريد لازم تيجي انت حضرتك طيب خلنا نروح خان بقول لي هاي الصفحة الرئيسية في كل المعلومات تقريبا الموقع الاوراق المطلوبة والحجز الموعد وحالة الطلب المتقدم يعني في حال كنت قدم الطلب في وقت سابق وحضرها طيب خلنا نروح نعمل حجز موعد اذا عطيت حجز موعد هون شوف يعني اول شي حاطينا انه بالعربي بس ما عليك طلع من هذا الشكل لمجعلك طيب احنا بدأ نحجز وين بايسن مع اني بدأ حجز بكل بس ما فيش يعني بكل بدك تروح على ايسن لازم تطرقه بمية كيلو زيادة طيب تحتاج لتحققه من رمزك البريدي لهذا المكتب طيب خلنا نحط الرمز البريدي ثمعنا وعطيه اكد طيب الرجاء القراءة ومراعة التحذيرات المكتوبة ادناه بدقة طبعا بس اذا بتحبوا توقف الفيديو وتقروها بعدين جميع القواعد قرأتوها وفاهمتوها طيب حاليا احنا طوانطاعش ابريل بس الموقع بكثر ما هو ذاكي طلعنا ابتداء من واحد ابريل بعدين بتنزل هاي ثمنطاعش ابريل هون ما كاتبي لك هون انه صفر ما فيكيش تحجز يعني انه صفر ممتلئ يعني محسنين الموقع شوي صراحة لانه كان في وقت سابق تفوت على الموقع ما فيكيش تسوي اشي يعني بس تفوت الظلقة تصفن في وهيك بس على الفاضي بعدين كان يقول لنا ارسلنا الاوراق عن طريقة الايميل طيب هون مثلا على سبيل مثال بيقول لك بمعنى المقاعدة متوفرة تسعة وثلاثين شخص هاي امتى بتساتعاش ابريل يعني احنا حاليا بثمانطاعش بكرة في تسعة وثلاثين تسعة وثلاثين مكان اشياء غرفت طيب المشكلة انه اذا حجزت لبكرة بيقول لك انه ما فيكيش تحجز او عفوا ما فيكيش تلغي يغير قبل اربعة وعشرين ساعة يعني بعد اربعة وعشرين ساعة يعني بس يكون فيها اربعة وعشرين ساعة بينك وبين الموعد ما عاش فيك تلغي او جوز فيكم فيها غرامة او شي هيك يعني تفزلكم هذول الجماعة بدون يدفعوك يعني باي وسيلة فاحنا بنروح على عشرين ابريل على سبيل المثال طبعا هاد كلها بس مجرد امثلة طيب هون بقول لك التاريخ والعدد المتوفر طبعا هون عدد اشخاص اللي بتحب تحجزهم او تحجز لهم الموعد خلينا نفترض انه بدنا اثنين بعدين بدك تحط هاي البيانات اول شي رقم جواز السفر طبعا هاي البيانات كلها مطلوبة رقم جواز السفر رقم جواز السفر اه صلة القرابة البريد الالكتروني اعفن خلي حط واحد احسن لانه اثنين طلعونا اكثر من الشخص فالحطينا واحد هون هاي المتقدم للطلب ها بدك تحط الايميل هون خلينا نحط ايميلنا وبدنا نحط رقم تليفون بعدين بدك تقوله ايش بين كان يعني طبعا هم يقول لك ستتلقى رسالة نصف قصية قصيرة يتأكيد رقم هاتيك المحول بس طبعا هم متشذابي لا برسلك رسالة اولا اشي ما بس هيك حطينا بتحس المنظر بس يعني تعطيها الخطوة التالية لاني انجربت عمين قعب بحاكيه ما عن تجروح مش عنا كرام فاضي اعفن منذ مطلب رقم جواز السفر خلينا نحط رقم جواز السفر خلينا نقول له هذا الرقم هذا الرقم مش عارف هو حط ليه على حاله طيب خطوة التالية طيب هون الخانات اللي لازم اتعبيها كلها ياتها هو بالدقة لانه شو بيقول لك ي يرجى تعب جميع الخانات بشكل كامل وصحيح الاستمارات التي تم تعبتها بشكل غير صحيح او غير كامل عن قصد طبعا انت شو عرفك انه عن قصد ولا عن غير قصد بغض النظر انت لازم تدفع عشرة يورو يجب تصحيفها في مكتبنا مقابل عشرة يورو يعني على سبيل المثال اذا كان اسمك فيو يعني فيو اه يجي كتبت انت اه اه فانت لازم تدفع عشرة يورو لانك خربطت وهما يعرفوش انه عن قصد ولا عن غير قصد القصد هذا موقع استغلالي على اخر يعني طيب ه هون الخانة بحطيلك اياها صراحة الخانة يعني بمعنى الموعد المتوفر من اي ساعة من ثمانية ونص عندك لا يداعش وثلاثة ولا اكثر طيب يعني صراحة الموعيد متوفر يعني بعدين التأشيرة انه شو هي التأشيرة اللي بدك اياها عندك دولي ترانزيت موانتاج فيزا مولتي انتري فيزيات صراحة حاليا انه مشجع على انه فيزا لدخول متعدد اول شي بهدف انك ما تروحش على هذا الموقع مرة ثانية تدفع استغلال يعني تتعرض لاستغلالهم ثانية شي انه معك سنة كاملة يعني فيك تروح وتيجي اكثر من مرة على ترقية في حال كنت حاب هاي المسألة طيب بعدين الجنسية طبعا فنفترض انه سونيين اخترنا سونية بعدين هو بدك وثيقة السفر اختر وثيقة السفر يعني شو نوع الجواز اللي معك هل هو يعني جواز سفر عادي ولا بمعنى شيء اخر ولا بمعنى بمعنى وثيقة سفر اللي هو الجواز الازرق في حال الجواز الازرق لك تختار هذا الخيار في حال كان معك جواز السفر السوري لازم تختار هذا الخيار طيب الاسم الاسم الاول اللقم بعدين الجنس وانثة او ذكر بعدين تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد لازم تحطه بهاي الطريقة يعني اليوم بعدين نقطة بعدين الشهر كمان عبارة عن خانتين بعدين السنة عبارة عن اربع خانة مكان الميلاد كمان لازم تحطه الحالة الاجتماعية اسم الاب واسم الام هذول المفروض الجواز السوري يكون مكتوبات بس اذا كانت الجواز الازرق ما يكونش مكتوبات يمكن فيه طيب. المهنة او الوظيفة هون. اختار اي مهنة او وظيفة بناسبك. اذا ما عندك مهنة او وظيفة فتكتبهم معنى غير موظفة. طيب جواز السفر صادر عنه. يعني المكان انه صادر عنه جواز السفر وتاريخ تنظيم. مش عارف كاك انت تنظيم يعني. قصده بس انه تاريخ الاصدار يعني. وتاريخ انتهاء الصلاحية. طيب. بعدين معلومات الاتصال. هاي المعلومات لازم تحطها. شارع. رقم الدار. يعني رقم المنزل اللي في ساكن. عنوان الاقامة. مدينة الاقامة. البريد. الربز البريدي عفوا. اللي بوس لا يتسال يعني. عنوان البريد الالكتروني. رقم الهاتف المحمول. تاريخ المغادرة. وتاريخ العودة. طيب. بقول لك يرجع تعمل جميع الخانات بشكل كامل وصحي. طيب. عني صراحة اني سويت هذا الموعد لزوجتي في وقت سابق على اساس انه نقدم على السفارة. او نقدم على فيزا. بس ارجعت لغيته. سوى لكل مش لغيته. فبعد ما تعبي هاي الخانات كلها بس تعطيه ارسال. بس يعني بس بحجز موعد. ما فيش اكثر من هيك. لانه صراحة اني بس ارسلته واددوني على الخطوة الثانية مباشرة. تقول لي تتم تأكيد الموعد. بس تسوي هاي الخطوة بيجيك بتروح على هاي الصفحة. بس تطلع لك هاي الصفحة خذ لها صورة مباشرة. لانه لا سازة بس حرك يمين او يسار تروح هاي الصفحة ومعاش تعرف انت شلون بدك تحصل على المطلوب هون للسفارة. طيب. هون هذا الباركود معلومات لتقدم حصول على فيزا للسفارة التركية. هون حاطيني يعني صراحة بعض الاوراق اللي لازم نقراها. انه اول شي لازم يكون عندك جواز السفر او في معنى انه هو الهوية تبعة الالمان. بس انه شو بقول لك انه هو الهوية كمان انه لازم يكون فيها تاريخ صلاحية سنة. يعني صراحة يعني تاريخ صلاحية اه جواز السفر تبع دروتي كان فيه اقل من سنة فعشان هيك رجعت لغاية الموعد. فلازم يكون فيه اكثر من سنة بيقول لك بعد ما تقدم على الفيزا. يعني بعد ما تقدم على الفيزا. يعني بعد ما يعني بعد انتهاء التقديم على الفيزا. ويكون لازم يكون فيه صفحتين كمان فاضيات. كمان بايومترا شاهدوا بمعنى صورة اه صورة جواز سفر. طيب. هون صراحة كثير من الشباب بظل بيسرعون هاي السلافة. بمعنى انه تذاكر طيران وهوتيل ريزيرفيرونج بمعنى حجز فندقي. هون شوف شكاتبه لك هون بقول لك فوردين رايزة سايتراون. يعني اللي وقت خلال السفر. استاين فلوق بشتيتيجونج اوند هووتيل ريزيرفيرونج. يعني تأكيد طيران وحجز فندقي اه اجباري. دي فلوق بشتيتيجونج اوند هووتيل ريزيرفيرونج زولتين دي غلايشة رايزين داتوم هاتم. اه رايزين داتوم عقفون. حابني. يعني لازم يكون لفس التاريخ تبع السفر. ماشي. بعين بقول لك فوردين رايزة مديم اوتو. اه اذا بدك سافر يعني في السيارة لازم يكون عندك اه 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 كوفة ليس من الضروري انك تشتري تذاكر طيران. يعني تشتريش تذاكر طيران. صراحة عملت اكثر من فيديو عن حجز تذاكر الطيران الوهمية. الموقع اسمه اه كيف لايت. بحط لكم روابط الفيديو اللي عملته اسفل الفيديو هذا. بحيث اذا حدا بده يعمل حجز طيران وهمي. وكمان نفس الشي بالنسبة للحجز الفندقي. حجز الفندقي مشكلة انه مش حجز وهمي. وانما انت بتحجز وبتعطيهم معلومات البطاقة. وهما بعطوك تقريبا يمكن شهرين او ثلاثة. طبعا حسب الوقت اللي انت حاجز فيه. على سبيل المثال احنا حاليا بفي شهر اربعة. فالا حجزنا بشهر ستة فبيكون معك تقريبا شهر او شهر ونصف انك تلغي. فابقول لك انه بتلغي بدون اي تكلفة. صراحة انجربت اكثر من المرة ولغيت. يعني اذا فت على موقع او غير هيك من المواقع. فيك تعمل تحجز فندقي لمدة شهر مثلا. وترجع تلغي خلال مثلا شهر. القصد بدون اي تكلفة يعني. بس المشكلة انه بدهم يعني انه لازم تحط بيانات تبع لكريدت كارت. او البطاقة للايتيمان. بالنسبة للايتيمان كمان عملت فيديو عن اه بس المشكلة حاليا هم بعطوك انجيبوت او بمعنى مكافأة خمسة عشرين يورو. فاحسن انك اذا بدك تقدم على هاي البطاقة تستنى حتى يصير المكافأة عبارة عن ستين يورو. فساعدت بتكسب اكثر. طيب لون ابريشنق. لون ابريشنق هي انه الراتب او الراتب اللي بيجيك. على سبيل المثال اذا ما بيجيكيش راتب وانت عالجوب سنتر فوما كاتب لك بلوك جوب سنتر بيش هايد. هاي ندير لون ابريشنق او در اكتويلة جوب سنتر بيش هايد. دير جوب سنتر بيش هايد زولت من دستن اين مونات ناخ ابلاف يعني لازم يكون صالح شهر بعد تاريخ تقدم عن الفيزا. الكونتو او السوق الحسابات البنكية يعني لازم تأخذ او او اذا فتت على حساب اشبار كاسة فتت عالكونتو او السوق وبكونواحطي لك إيها هما هما لحال. بس خلني اورجيكم اياها. احسن. طبعا لازم يكون عندك اون لاين بنكك حتى يمشي الحال. اذا روحت ساعة. على اشبار كاسة هون. اذا روحت على البوست فاخ هرنطي لك هون. كونتو او السوق كونتو او السوق. كونتو او سوق. هاي اون الاون لاين جيب. بعنا هون تعرف علي جهاز جديد. ما بهم لاش. بس القصد انو هاي كونتو او السوق كلها تتبعت الشهر مثلا شهر اربعة. شهر اربعة يعني واحد اربعة القصد فيه من من ثمانة عشرين اثنين يعني او من واحد ثلاث لا واحد وثلاثين ثلاث. هيك واحد ثلاث كمان نفس الشيء يعني الشهر اللي قبله. القصد انو هاي كونتو او السوق بس تعطيه شو? او فيك تقبس هيك على اليمين يمكن. مشان شو مشان تحملها. نزل التون هذا هي. طيب اه هاي كونتو او السوق بمعنى انو اذا كان عندك بيانات اضافية للدخل. طيب بمعنى انو سفر مع الزوجة او شريك الزواج يعني والاطفال. اذا بدك تسافر بقول لكم مع الزوجة فانو صورة عن او صراء عن عقد الزواج. وانو تاريخ اه شو اسمه عطل? اه شهادة ميلاد الاولاد. طيب انو بقوله انو في حال كان الاطفال تحد الثمانتعاشر سنة وكان احد الازواج بده يسافر فلازم يعطيه فول مخت او ببعنى شو انو توكيل. طيب صراحة انو بعض الشباب يعني مشوفهم مسافروا ما بدهم مش يعني هاي الصلافة هاي تبعت انو اذا بدك عقد الزواج او شي يعني ما بدك بقولش على الصلافة هاي. بس مش عارف يورو هي عبارة عن الحجز يعني انو الشخصيات المهمة. بس يعني شو راح تستفيد انت اذا كان الموعد كلاته ربع ساعة فهم يعني بنفوضوا مشوكوا خمس دقائي. بل انت الخمس دقائي وخلص استمالك ربع ساعة وفرح لك مية ربعين يورو. طيب انا نقول لك انو شو فيك تدفع اما في كارتة. معنى انو نقبلش بطاقات ائتمان. تقبورا. فور انزرا. ويب زايتة. ريشنين. مدورش نت ميتين يورو. نحسبو ميتين يورو. طيب. طيب. كمان المشكلة في هذا الموعد شوف كاتبي لكم. بمعنى انو فيك تلغي هذا الموعد قبل اربعة وشرين ساعة من تاريخ الموعد. وهذا الموعد غير قابل للالغاء. طيب. ما معش صراحة ان اذا راح تكون في تكلفة على الالغاء ولا لا. بس اني اتصرت لانو صراحة انو مشكلة بين يعني مفكيش تلغي من طريق الموقع. فانت بدك تتصل عليهم اتصال جبار يعني. يعني بتوديهم عن طريق الايميل. يا بدك تتصل عليهم اتصال. طبعا انت لازم تتصل. لانو هذول الجماعة يعني دارين استلبطوا عليه. فاذا وديت لهم يقول لكم ولا ما وصل لاش ايميل. فبدك تتصل عليهم اتصال وتودي له ايميل وتقول لهم والله اني مانيش قادر ااجي. اه هذل استويته صراحة ان اتصلت عليهم قلت لهم مانيش قادر ااجي. فقال لي خلاص مش الحال لغيت الموعد. يعني هاي الشغلة الوحيدة اللي كانت جيدة في الموقع يعني يوم اتصلت على الزلمة كان يعني ودود معي. او فرويندش مثل ما بقوله بالاماني. ومش الحال لغا لي الموعد. طيب صراحة طولت الفيديو كثيرا انا كنت الهدف بس انه نشرح هي الاوراق المطلوبة مشان تقدم للحصول او مش تقدم الحصول مشان تقديم الاوراق لهذا الموقع مشان يقدم لك على الفيزا للسفر الى تركيا. خلالوا قفو في القناة او قد اخر. اذا اعجبكم الفيديو اتنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة.